اثارت وفاة الناشط الفلسطيني نيزار بنات في حزيران يونيو الماضي موجة من الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني وخاصة في مدينة رامالله للمطالبة بالعدالة خاصة بعدما اتهمت عائلته السلطة الفلسطينية باغتيال ابنهم المتحدث باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية طلال دويكات اعلن ان تهمة الضرب المفضي الى الموت وجهت الى جميع ضباط وعناصر القوى الامنية الذين شاركوا بتنفيذ مهمة القاء القبض على نيزار بنات وعددهم 14 عنصر وبحسب المتحدث باسم الاجهزة الامنية فقد تم توجيه تمت الضرب المفضي الى الموت بالاشتراك وإساءة استخدام السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية الى قائد المهمة والضباط والعناصر الاخرين وذلك استنادا الى قانون العقوبات العسكري للعام 1979 ادويكات اشار الى ان القضية احيلت الى المحكمة العسكرية المختصة بهدف اجراء المحاكمة وفق الاصول القانونية وبعد وفاته شكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في وفاة بنات برئاسة وزير العدل الذي اعلن عقب انتهاء التحقيق ان سبب وفاة بنات غير طبيعي فيما طالبت في وقتها جهات دولية بضرورة محاسبة المشاركين في الاعتقال والتسبب في الوفاة وعرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس متهمين اياها بالفساد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر